هل تخالي دي ريفيو عن فيلم الدون؟ هو بقى فيلم الدون دلوقتي؟ قصة حياة كريستينا ورونالدو على الكوكب الآخر؟ قصة حياة كريستينا في بثنا اليومي تناولنا الفيلم في مناقشة مفصلة بلخص هالكم في حلقة النهاردة وده لأننا غطينا فيها كل حاجة عاوز أقولها عن الفيلم اللي أحداثه بتدور في المستقبل البعيد في مجرة أخرى وبتركز على شخصية بول أتريدس ابن لتو أتريدس كبير عائلة أتريدس اللي بيقبل التكليف الموجه له من الإمبراطور بأنه يتولى حكم كوكب أراكس عشان يبقى مسؤول عن حصاد المادة الأهم والأثمن في المجرة كلها واللي مش موجودة في أي حتة إلا كوكب أراكس المهمة صعبة جدا لأن كوكب أراكس كان تحت حكم عائلة هاركونن لفترة طويلة جدا وما كانش متوقع منهم إنهم يسلموا مكانتهم دي بسهولة ومن خلال معاناة عائلة أتريدس على كوكب أراكس بتنطلق رحلة بول اللي على ما يبدو بيته الجديد منتظر منه أكتر بكتير من اللي ممكن يتخيله فيا ترى إيه اللي حيحصل نخش في انتبعات ديون نخش في انتبعات ديون من غير حرق ايه بقى؟ عارضي انتسأله عليك هو نيزل؟ آ نيزل الله دي انتقى اسكلتكم النهاردة سهل قوي الفيلم ممل آآ أحيانا من غير حرق من غير حرق لو حد حرق آآ رزعه بيانا على طول ما تتنقشوش هاووص ده السينماتوجرافي out of this world حاجة في مستوى التنين الرجل دونيفي ينوف ده بيقعد يحنتف في الإفكتس بتاعته وفي البروبس وفي الإلمنتس اللي بيعمل لها ديزاين طبعا انا معرفش بقى آآ كام في المية من اللي احنا شفناه دوت متاخد من الرواية يعني كان مكتوب كده بالفعل وكم في المية لتأليف بتاع السيناريو وكم في المية مساعدة معرفش مين دي حاجات يعني في حاجات يعني فهنا عرفها لو آآ دورنا عليها وفي حاجات مش هنعرف نعرفها مهما حصل آآ بس الانوفيشن او الابتكار في المكونات البصرية بتاعت الحدوتة ما اعتقدش ان في حد كان يتخيل ان احنا لسه فيه مساحة للتطوير ان هو يوريك طيارة اول مرة تشوفها ان هو يوريك درعة اول مرة تشوفه ان هو يوريك نوعية قتال اول مرة تشوفها آآ انه يوريك مطاردة اول مرة تشوفها دي دي كلها حاجات اختراع الفيلم ده انا ما شفتش زيها قبل كده وهو بقى ما اكتفاش بكده راح ضايف عليها التشت بتاعه لان الراجل اصلا فنان فريمات يعني الراجل وظفته في الحياة صناعي فريمات فطبعا مطلع حاجة انا احسد اللي يتفرج على الفيلم ده اي ماكس مثلا او في شاشة من اللي بتلمع بنت اللازينة دي ولا بتاعه يشوف حاجة عظيمة تجربة بصريقة من ارواح ما يمكن لأ عشان انا فهمت يعني في مرحلة معينة فهمت الخدعة دي مش خدعة قوي دي مش حرق جماعة ده مش ده مش ستاندالون فيلم ده جزء اول يعني اللي ما انا انا ما كنتش قاري ما كنتش عارف ان ده جزء اول وليه اجزاء تانية على قد ما انا كنت يعني ما ببص على الاخبار وبتاع ما كنتش عارف ان ده جزء اول بس ده جزء اول دي حدوطة غير مكتملة فا اعتقد ان هي دي الازمة اللي موجودة عند بعض الناس على مستوى الاحباط بس لو انا دلوقتي قلت لك المعلومة دي وانت دخلت وانت عارف المعلومة دي اعتقد ان استمتعك بالفيلم حيبقى افضل انا اه حظي حلو ان انا قريت ده بدري يعني في مرحلة معينة بقيت شايف الفيلم حيخلص الساعة كم والاحداث اللي فاضلة قدي ايه ومستحيل تتملي مستحيل فهديت بقى خلاص ما بقيتش بادور على كلمة نهاية ما بقيتش بادور على حسم بقيت بستمتع بالتجربة وخلاص ولما عملت كده استمتعت اكتر هاد مو ايديا مين فيكم يا جماعة كان عارف ان ده بارت وان ومين ما كانش يعلم انا عارف فيه جزئين غير هذا شبه التجديد اللي كان في ماد ماكس فيوري رود لأ النيتشر مختلفة تماما ماد ماكس كان بحاجة كده وانت بتتفرج عليها تحس ان الطراب جي في عينك تحس ان ان في حاجة في حد كل حاجة في وشه في روحتان تلابسها معا حاجات زي كده يعني كان ملموس اكتر بكتير ده لأ على مستوى اللوحات اعظم بكتير ايه احسن اداء اللي ممثل في الفيلم اوسكار ايزك اوسكار ايزك في شيخة يعني اوسكار ايزك ريبيكا فارجسون بس انا يعني انا في تقديري الشخصي الجزء الاول ده اشو بتاع اوسكار ايزك صالح للمشاهدة اللي ما عرفوش اي حاجة عن العالم ياسح اللي هو زي حالاتي كده ولا ربع تفصيلة واقعة مني وبنتكلم على درس فيه حاجات محتاجا لها امثلة فيه حاجات محتاجا لها واحد يشرحها وفيه حاجات الراجل بيراهن على زكاء المشاهد ان هو حيلقطها من غير ما يضطر يهري فيها اكتر من اللازم اه الوقت بتاعه وفره للدراما وفره لانه يوريك مشاهد مسهبة ما عندوش حاجة بيخبيها ما عندوش حاجة خجلان منها ما عندوش افكت بيفلاشوا على الشاشة ويجري وده بيتعرض مع وجهة نظر الناس انها كانت عايزة احداث اكتر الولد هاي بس انا عمري في حياتي ما بتحيز للبطل يعني بحيس ان هو عادي انا بيتهمني الادور المسامدة اكتر عملها تيموتي اه ويقل اخيرا الود من ساعة لما طلع وهو متوحد بالشكل يعني احبان اوزر تعالى اقول لك حاجة الحدوطة ما ينفعش تتحكي في جزء واحد يعني بعيدا بقى عن الرواية والاجزاء انتريفيا دي ما تيمينيش انا يعني بعد ما الفيلم بدأ اول ما بدأ كده احنا ما يعني اخذ اللي تقدمه بس في الظرف عشر دقايق كده كل اللي تقدم ده ما ينفعش يتحكي في الموحد لما نعمل ايه اول فكرة جات في دماغي ما عملوش ده مسلسل ليه لان ده كان يتاخد في سكة جيم اوف ترونز كده يقعد الناس في بيوتها قدام التلفزيون نفس الربطة بالزبط. اه بس برضو بسرعة صححت نفسي لاني ما بحبش الفرضية دي ما بحبش احسب حاجة على ما كان يمكن ان تكون بس دي لو عايزة تتعامل مسلسل تتعامل تتعامل جدا كمان. يا دود مش قلت اي حاجة مسلسل ممكن تتعامل فيلم. اه بس انت بتفكر في الفرصة التجارية ان ده لو كانت عامل مسلسل كانت هيبقى بس انت سمعت في التريلر في كان جس ايه اللي موجود في الموضوع بس مقدرش اقولك ان في جملة طلعت معلمة معي. مش اه يعني لو انت حتقول هانز زيمر اه انترستيلر لا مش انترستيلر اعتياد سيكة اه اكتر من انترستيلر مور لايك هانز زيمر من بليد رونر لا. بليد رونر مكتسب شخصيته من بليد رونر الاول من الشغل بتاع فيتسليس دي مش الايدنتيتي بتاعت هانز زيمر من اساسه يعني. هو مجرد ان هو كرمها. ويشكر على ذلك. ان هو استخبى وراها وده حقها. فمش شبه ولا. طويل اكتر من لازم. لا 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 خالص خالص خالص. هو لو كان يعني لو كان شد وشداية ودخل بيه في شغل المعقد بتاع التلات ساعة ونص ولا اربعة ساعة من خلص. مين افضل بصريا ديون ولا بليد رونر؟ تجربتين مختلفتين تماما. اقولك ان الاسهاب في اظهار التفاصيل بتاعت الاختراعات البصرية في الفيلم ده اكتر من بليد رونر. بليد رونر لوحات احساسها مستقبلي اكتر. ديون لأ انت عارف انك بتفرج على حاجة مش من العالم ده. مش شرط مستقبلية. مش شرط. الفكرة الاساسية تعتقد انها من عالم اخر. هل يا دود حيكون ليه نصيب من الاوسكار بصريا وموسيقيا ترشيح بكل تأكيد. معتخدش ان هو ينفع يتم التجاهوله على الترشيح على الاقل. بصريا ممكن جدا يكسب. كل تأكيد. اسألني على مين ثالث احسن اداء. لان هو اوسكار ايزك. ريبيكا فيرجسن البطل خليه لوحده. انا مش هقرن البطل بحد. مين ثالث افضل اداء حتتفجئ. حتستفوجه. خد بالك ده فيلم فيه جوش برولن وفيه هبابة فندي ده هافير بردام وفيه ناس يعني. باتيستا مش موجود. باتيستا مش موجود. يعني اعتبره باتيستا الجزء ده مجاش. مش زنداي جي سمه مو. عامل حتة اداء يا ابن اللعيبة حركيا وكارزماتيك وتكسيد اللي هو بيمر بيه برينس برينس بس اه اوسكار ايزك ياكل اي حاط. ياكل اي حاط. فيينوف بقى مخرج مرعب. اه اكيد. بس تعرف حاجة انا صعبان علينا هو حيتحشر في العالم ده الفترة دي كلها. يعني انا كنت عاوز الفيز بتاع الديون دي تخلص ولخش على بعضها على طول. تتوقع دون الجزء التاني ياخد سنوات ولا ممكن السنة القادمة. الامر متوقف هم مصورين فيه ولا لا. ده لو لسه حيتصور. وانا استمعت جدا ان هو يكون لسه حيتصور. لو لسه حيتصور لا. السنتين تلاتة وده مش هيبقى شيء ظريف خلص. طب ايه السبب الملل. التفاوت اللي بقوله لك ده عشان كده انا مستغرب ان فيه ناس عارفة ان هو جزء من تلاتة وبتقول ان هي تدايقت من الايقاع او كلام زي ده. انا مدايقتي من الايقاع كانت قابل ادراكي ان ده جزء اول. لما فهمت ان ده جزء اول خلاص. خلاص بقى. احنا قدامنا الوقت اللي في الدنيا كله. تعال تعال نتفرج. تعال نركز. تعال نعيش معاك. لا. انا انبسط. طب ارجوك فيلم رمزي ولا لا? فيلم رمزي على ايه. يعني ان هو في اسقاط على حاجة اه اكيد طب. بس. مش لدرجة انك متعرفش تتفرج. الفيلم اللي عايز تاخده كمغامرة عايز تاخده كرحلة بس خلاص. ولا تشغل بالك بقى بيسقط على ايه. ولو ان يعني اسقاطه مش مش غامض للدرجة اللي انت متخيلة. الموضوع واضح. افهموا بس اللي احنا بنقوله ده. الفيلم يقعه مش سريع. البلدوب بتاعه بياخده وقت طويل جدا. والاسباب جيدة. وده جزء اول. خش وانت فاهم الكلمتين دول. انا اتوقع ان احطبس. ديون هو بالضبط اللي كنت متوقعه في رحلة تحديات دونيفي ينوف. الخطوة المنطقية بالنسباله في تخيل اكوان جديدة. بيحكي فيها قصة معقدة جدا وثرية جدا على مستوى الدراما. ومبهرة جدا في كل مفردات تجربة المشاهدة. اللي ما بياخدش منها الا بس الاقاع البطيء لو حضراتكم كنتم زي بتدخلوا الفيلم وانتم مش عارفين ان قصته مش لازم تنتهي في ساعتين ونص. ويمكن كمان التقييم الرقابي الاليف جدا بتاع البي جي ثرتين. اللي ما ساعدش في عكس حدة الاحداث اللي كنا بنتفرج عليها. تقييمي الفيلم ديون هو ثمانية من عشرة. واتمنى ما نضطرش ننتظر كتير قوي لحد ما نشوف الجزء التاني. مناقشة الحلقة في تقدركم ايه هو اكتر فيلم نجح في تخيل اكوان غريبة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس. الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة. ياريت تعملوا وشاروا ولايك للحلقة لو عجبتكم. اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات اول باول. تابعني على فيسبوك توتر ونيمو انستغرام وباقي باي. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة